موسيقى يمكن وضعهم أسهل من المعتقل بني آدمي اللي عم يموت بصاروخ عم يكون هو عايش ما عم يتعزى عايش عم يجي صاروخ عم يموت يعني بالفرع كل يوم عم يموت مئة موتي العشرات عم يموت ويوميا بفروع الأمن السولي وبيأبشع الأساليب التعذيب بيأبشع أساليب التعذيب عندما تتأخذ من المساعدة المساعدة تستطيع أن تذهب لك Since the beginning of Syria's uprising many have died in government detention facilities In 2012 Human Rights Watch identified and mapped 27 of these detention centers While accounts by released detainees and defectors indicated that detention and torture were rampant and detainees were dying in large numbers the exact scale remained unknown Then, in August 2013 a military defector codenamed Caesar smuggled tens of thousands of photographs out of Syria showing the bodies of dead detainees He said he worked as a military forensic photographer had personally photographed the bodies and archived thousands of photographs To verify the photographs we began to search for the families of those in the images From history I took Ahramad I said he was invited to the days I said he stayed at the event I was invited and took the event and I put it on another day and I put it on the event بس مشان يبتعد عن موضوع المداهمات اللي كان الامن يقوم فيها On August 2nd, 2012, Ahmed returned to Syria because his mother had died فنزلوا أحمد ونزلوا الشباب وقالوا لهم عبو كياسو أخذوا منهم الموبايلة بعد حوالي ساعة بصيح الضابط لمين الموبايلة انت سبعينها وقلوا حمود إلي وقلوا أنت يا حيف مو تعال جاي ومسكوا موبايلاتكم وانتوا يلا روحوا راحوا الشباب هضلاكا وأخذ أحمد الغرفة التي أخذ أحمد عليها شرق الحاجز شرق الحاجز هذا هي هيا أخذوا عليها واختفأ أحمد's uncle sought information from government officials but received none five months after Ahmad's arrest a man with strong government contacts came to his office فحكا لي أنه بإمكان هو يعني يجيب لي يعني يطلع لي بمبلغ معي قلت له يديش يعني قل ستني فقلو خلاص يعني لو ما معيش مصائبه لنندبر وفي مشكلة فكانت مفاجأة أنه بعد أقل مسبوع بقول إستاذ ببشرك ابن أخوك حي وابن أخوك موجود بالمخابرات الجوية ووصيت عليه ووقفوا ضرب عنه قلت له أهي بدل ولدني ما قلت لك لا إستاذ أحنا بس جبنا لك معلومة أنه حي ولي مش حي أم بإذنك طلعوا إليه وقلت لك أصابر قلت له إش يعني أقل من 2 مليون بعد أقل رسال one million Syrian pounds يت sold that his nephew would be released in 10 days but Ahmed didn't come home in March 2015 several thousand photographs of the dead detainees were posted online it was the first time families could search for their loved ones among the photographs كانت تفتش في الصور فتفاجأت في صوته كأنه هو من خشمه من هيبته هو هو أحمد ورقم حاطين لي رقم عليه أحمد بدلاً ما كان روح صار رقم س comenz ب أحمد ما بدلاً كان أولاً المترجمات كذلك ملابعا Eggs أجلات 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 أجلات. أجلات أعلموا بشكل كثير من الناس موت. و أصدقنا هذا الشيء. بعد ذلك، أصدقنا بعض الوقت. مجرد من المجالات المؤمنين على الشرق الأساسي هو لماذا لم يتنون في الساعة الماضية؟ الخضراء أقل في المكان المهمة كما أكبر المؤمنين للشرق الأساسي تقلعوا الموقع الدخول. بطاطتين ونص أو بطاطتين إلى 12 واحد يعني الهيكل العظمي يطلع يعني إذا واحد يكون وزنه مثلاً 90 كيلو أو 100 كيلو بيرجع وزنه إلى 50 كيلو يعني لقيت واحد كان صلو تسع شهور عمره 15 سنة تسع شهور صلو نحيف 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 ما له يعني ما له ولا ما في عظم بس عظم عم يطلع ما في لحم بس عظم الهيكل العظمي طبعه مبين فعم يقل لي قال لي بس أنت حافظ على نظافتك لا تخلي حالك تنصاب هاي عامة في تقريباً مثل الجرب يعني جرب يعني أنا لقيت معتقلين يعني كانوا قديمين بالمعتقل يعني كل جسمون وخاصة من وراء يعني لفوق كله ملتهب هذون الناس طبعاً في كتير منهم ماتهم يقلل طبعاً في تقريباً وصلت على جيد منه أشياء المهمة في فرع الشام هو العدد الشخص المسجوني ضمن المهجع يعني نحنا كان المهجع حوالي مية وخمسة عشر شخص مثلاً فرضاً أنا كل ثلاث ساعات كون أنا واقف بعد ثلاث ساعات بقعد هيك طبعاً ما سي مجال بعد ثلاث ساعات مثلاً شوية برتكي وهيك يعني بالدور طورش روز ويسرد فتنا لجوة للاقينا في صف للمساجين قاعدين طالعينون نازين فيه انضرب الكرباج مسجان بيكون معو مثل البربيش الكرباج بيسموه قلو كذا يعني قبضة واحدة بس له شعب بثنين وانزف فيه ضرب مشان تسلخ مرتين أو كبل ومجدل كبل رباعي اسمي كيك وراجع شخص من دمشق مسكوه كانوا كل يوم بيطلعوا مرتين يعني التحقيق ما بيطي بعد اسبوع طالعوا قام رجع منتهي يعني يعني كبو كب يعني كان دم انو جلدو يعني وكانو انت زي بدك تعمل هيك بتشيل جلدو ايدك يعني شي عجيب تعزيب عجيب وغريب يعني كان تسمى شبه تسمى شبه جلدو يعني متشاته قاموا بيطلع حين انتوا تحبانوا الجلدو حين انتوا قمت بتكلم انتوا قمت بتخافه انتواق رجع بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة بالمعتقل ما بستوعب الموضوع يعني بسير عنده يعني عقل بيتوقف بسير عنده سرع فالمخ بتجمد ما عاد يستوعب انه شو هات يعني شو هالتعزيب شو هالتعزيب شو هالتعزيب شو هالتعزيب شو هالتعزيب عالم عم تموت مثلا قدام عيننا مثلا نادرا ما بتلاقي انه اليوم ما في ولا موقوف يعني ما حدا مات يعني ولا باقي الأيام ثلاثة أربعة خمسة ستة موصلت أمراري دعش أنا مرة شهد عيومي دعش موقوف بيوم واحد صراحة أصبح أنا أحد يصبح أحد الذين حمكن قناع جزال المزافي قبل يوما يبغلان لذا يعني في ذلك الوقت وقت القوى بقد قناعت 73 منار هل تتحدث مع السجان انه في هذه الحالة مرضة كثير وبدو يموت كيف يقول مثلا يقول بس يفتص الكلب نادوني يعني We shared a set of the photographs showing 19 victims with a team of forensic pathologists from Physicians for Human Rights. There were four deaths being attributed to starvation. One of them was a very, very malnourished person. There were six cases where there was blunt force trauma. What I can predict is looking at the injury pattern and saying that yes, in fact, there is an enormous amount of trauma. And some of them was the pattern of injury was so severe that you could see large blotches of blue discoloration because of beating that sustained. Some of them showed defensive wounds which implied that the person was aware and cognizant that he or she was being attacked. Now this was a person that was partially wrapped in a plastic sheet. You can look at his face and his face will tell you that he's pretty young. He has this enormous areas of contusion of his upper extremity, both the left forearm, the elbows, and the right arm. And then as you go down to the lower extremities, you see this very significant injuries. One thing that we considered is possible that we're using some sort of rounded object, a baton or a pipe. We came to the conclusion that his death was in custody, obviously, and that the underlying causes blunt force traumatic injury. The location of injuries tell a story. A person stumbling and falling down usually has injuries on exposed areas of the body. He may have scraped the knee or he may have scraped the forehead, but you don't find injuries on the abdominal area and in the arms, the inner surface of the arms, on the thighs. So the pattern of injury, there's no doubt, are inflicted injuries. In this picture, you can clearly see the collarbones, the clavicles, the ribs. As you go further down, you begin to see what a lot of wasting he has. He has a loss of muscle mass. I think that the photographs speak for themselves. The patterns of injuries are so clear. And they clearly show that these people have been starved to death, many of them. They clearly show injury patterns that are not consistent with falls. They are consistent with torture. Dead detainees were transferred from detention facilities to two military hospitals in the Damascus area. There, they were photographed initially in morgues and later in a courtyard that Caesar identified as a garage of one of the military hospitals. Using satellite imagery, geolocation techniques, combined with the testimonies of defectors from two military hospitals, we were able to confirm that many of the photographs were taken in the courtyard of military hospital 601. The people shown in the Caesar photographs were starved, beaten, and tortured in a systematic way and on a massive scale. These photographs represent just a fraction of people who have died while in Syrian government custody. Many are still suffering the same fate. Unless independent international monitors are allowed into Syria's detention centers, detainees will continue to suffer and die, and countless families will live through never-ending anguish. delosica 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 اشتركوا في القناة